بعد شهن من انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أصفرت عن فوز الرئيس ماكرون وحزبه إلى الأمام المنتمي لتيار الوسط تجري انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية أو البرلمان الفرنسي ويتم التنفس لشغل خمسمائة وسبعة وسبعين مقعد في البرلمان الفرنسي كما أنه من المتوقع أن تجري دورة ثانية يوم الثامن عشر من هذا الشهر ويتنافس على هذه الانتخابات كل من حركة فرنسا الأبية برئاسة مليون شون والحزب الشيوعي الفرنسي وحزب الخضر والحزب الاشتراكي وحلفائه وحركة إلى الأمام التي تتبع الرئيس والحركة الديمقراطية برئاسة بيرو وجمهوريين برئاسة بيرون وحزب النهوض الجمهوري برئاسة أغنان وأخيرا الجبهة القومية برئاسة ماريان لوبان والتي مثلت اليمين المتطرف وقطب التنافس على الرئاسة في الانتخابات الرئاسية السابقة مع ماكرون بالإضافة لعدد من الأحزاب اليسارية الصغيرة المختلفة وتشير معظم التوقعات إلى أن تحالف حركة الرئيس ماكرون مع الحركة الديمقراطية بيرو سيحصدان حوالي ثلثة عدد أصوات الناخبين فيما سيحل التحالف المشكل من اتحاد الديمقراطيين والمستقلين وهو حزب يميني برئاسة لاغارد مع الجمهوريين واليمينيين المستقلين المرتبة الثانية في عدد الأصوات بحوالي أقل أو أكثر من 20% فيما تحل الجبهة القومية في البرتبة الثالثة كما تقول استطلاعات الرأي وحركة فرنسا الأبية رابعا فيما يحل تحالف اليسار والمكون من الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الراديكالي واليساريين المستقلين في المرتبة الخامسة في أكبر هزيمة يمنى بها اليسار الفرنسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة فيما لا صدقت التوقعات والتي ستعني بالنهاية تراجعا كبيرا لكل من اليمين واليسار التقليديان في فرنسا لصالح الوسط مع بقاء اليمين المتطرف كقوة فاعلة وحضرة في المشهد السياسي الفرنسي فهل سيتمكن الرئيس إمانويل ماكرون من تشكيل وزارة متوافقة مع توجهاته لسيمة الأوروبية منها؟ أم سيضطر للتعامل مع وزارة تشاكسه وتلجم طموحاته الاقتصادية والسياسية؟ هذا ما سنرى بعد أسبوع من الآن